بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فصل طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته فإن آخذه بذنوبه رأى عدله وإن لم يآخذه بها رأى فضله وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإن ساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه إلى نفسه وظلمه في نفسه فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا فيرى كل ما يصره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه من ذنوبه وعدل الله فيه طيب الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الشيخ ابن قيم الجوزية طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله بالجهل في علمه فلم يغتر بما فتح الله تعالى عليه من العلوم وأن هذا العلم مهما بلغ فإنه قاصر فإن علم الإنسان قليل مهما عظم وما أتيتم من العلم إلا قليلا والآفات في عمله أن عمله لا يخلو من نقص من تقصير أو قصور والعيوب في نفسه والتفريط في حقه العيوب في نفسه أي في ذاته والتفريط في حقه أي في حق ربه وعدم إقامة ما له جل وعلا والظلم في معاملته فإن آخذه بذنوبه رأى عدله إن آخذه بذنوبه وذلك بما يكون من العقوبات سواء في الدنيا أو في الآخرة رأى عدله أي رأى عدل الله فيه ولم يقل رب لما فعلت به كذا بل أيقا أن ما كان من ذلك إنما هو بسبب كسبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولهذا المصائب تحمل النفوس على التوبة والإنابة وطلب العتبة من الله عز وجل لأن المصيبة لسبب الذنب فيحتاج الإنسان في رفعها وكشفها إلى أن يحدث ما يزيل هذا الذنب بالتوبة والحسنات الماحية ونحو ذلك لكن أعظم ما يمحو الذنوب التوبة أعظم ما يزيل الذنوب ويذهب بآثارها التوبة الصادقة ولذلك أمر الله تعالى بها في كتابه في موضع عديد وأخبر أن من لم يتب فإنه ظالم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وإن لم يأخذه بها رأى فضله أي إن لم يأخذه بتلك الذنوب فعافاه وأنعم عليه رأى أن ذلك من فضل الله تعالى عليه ثم قال وإن عمل حسنة هذا في الجملة في حال الإنسان ثم فصل ذلك في العمل الصالح والعمل السيء قال وإن عمل حسنة رأىها من منته وصدقته عليه فالله تعالى هو المتفضل عليك بالهداية الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالمهتدين والله لولا الله ما اهتدينا فإن قبيلها أي بعد عملها فمنة وصدقة ثانية إنما يتقبل الله من المتقين وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به يعني لا تليق بالله عز وجل إما لخصور في الإخلاص أو لنقص في المتابعة فإن العمل يرد لواحد من هذين الأمرين إما لنقص في الإخلاص بأن يبتغى غير وجهه في العمل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه وإما لعدم المتابعة وسلوك الصراط والطريق الموصل إليه بالإحداث في الدين فلو كان مخلصا لكنه محدث فإنه لا ينفعه ذلك العمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إيش فهو رد أي مردود فلا يقبله الله تعالى ثم قال رحمه الله وإن عمل سيئة رآها من تخله عنه الله المستعان إن عمل سيئة نفذ بصره إلى أن الله تخلى عنه ولو أن الله صانه وحفظه ما وقع في المعصية وبالتالي أيفرح أم يحزن لا شك أن صاحب القلب الحي يجد لذلك ألما أن تخلى الله عنه خلى بينه وبين نفسه ولهذا ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى عند مواقعة سيئة من السيئات لا تفرح بالسيئة فإن لو كنت عند الله على منزلة يكرمك بها لعصمك ولا منعك ولا حال بينك وبين السيئة بما في قلبك من الإيمان لكنه خلى بينك وبين نفسك فتسلط عليك الشيطان واستدرجك حتى أوقعك قال وَإِنْ عَامِلَ سَيِّئَةً رَأَاهَا مِنْ تَخْلِهِ عَنْهِ وَخُذْلَانِهِ لَهِ وَإِمْسَاكِ عِسْمَتِهِ عَنْهِ وَذَلِكَ مِنْ عَدْلِهِ فالله تعالى عدل في كل ما يجريه فالعباد بين فضله وعدله فيرى في ذلك فقره إلى ربه فقره إلى ربه أن ينجيه من هذه المعصية بالتوبة منها وبالحفظ من المعاودة إليها وهذا تمام الافتقار إلى الله الذي به يدرك الإنسان عون ربه فأوسع الأبواب التي يدخل بها العبد على ربه وينال بها فضله الافتقار الافتقار إلى الله وإظهار الافتقار إليه قال رحم الله نكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا سبحانه وبحمده ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا مسيئا أو مفرطا هذا تقصير أو مقصرا كذلك هذا تقصير لكن أو قاصرا أيضا يرى نفسه قاصرا عما يجب لله تعالى فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه ويرى كل ما يسوءه من الحوادث من ذنوبه وعدل الله فيه فيكون هذا عونا له على الأوبة والتوبة والمراجعة فإن ذلك مما يوقظ الله تعالى به القلوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم قال رحمه الله قال رحمه الله فائدة المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانها وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية قال رحمه الله فائدة الغيرة غيرتان غيرة على الشيء وغيرة من الشيء فالغيرة على المحبوب هرسك عليه والغيرة من المكروه أن يزاهمك عليه فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيره المزاحمة عليه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو غيبته عن شهود منته عليه فيها وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله أعماله وأفعاله كلها لله وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه فهذه الغيرة من جهة العب وهي غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضات محبوبه وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن لأن الخلق عبيده وإماؤه فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواره ولله المثل الأعلى ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها قال رحمه الله إذا قسم الغيرة إلى غيرتين الغيرة على الشيء وغيرة من الشيء وكلهما يجتمعان في معاملة الله عز وجل فالغيرة على المحبوب حرصك عليه والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه غيرك فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم يعني ثم تتلازم حرصك على من تحب لا يتم إلا بغيرتك بكراهيتك أن تزاحم فيه لكن هذا ليس في كل المواطن والمواقع محمود ولذلك قال وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حقه كالمخلوق وأما هذه غيرها مذمومة وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول فليس من الغيرة المحمودة أن تكره أن يزاحمك غيرك عليه أي على محبة الرسول بل تفرح بكثرة من يحب الرسول وبكثرة من يحب الله عز وجل فلا يتصور في هذا المقام غيرة المزاحمة عليه بل إذا وجد هذا كان حسدا إذا وجد هذا كان حسدا نعم وبقيت الكلام دائرة على هذا المعنى نعم قال رحمه الله فصل من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلق أن يدلوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذا ثمرة العمل الصالح العاجلة من ثمرة العمل الصالح العاجلة أن من عظم وقار الله أي إجلاله وتعظيمه في قلبه أن يعصيه فحجزه تعظيم ربه أن يواقع ما نهاه عنه ما ترك هذه المعصية إلا تعظيما لله وتوقيرا له وإجلالا له مع تيسرها وسهولة حصولها فإن الله تعالى يلقي عليه من المهابة والوقار ما يرتفع به عن الذل والهوان قال وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه ولو كانوا من أعدائه ولو كانوا أعداء الأهلاء يتمكنون من إذلاله الله أكبر جزاء وفاق الجزاء من جنس العمل فلما وقر الله قذف الله في قلوب الخلق توقيره نعم وهذا مثل من أحب الله فصدق في الإقبال عليه ألقى الله محبته في قلوب الخلق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها سيجعل لهم الرحمن ودى اللهم اجعلنا منه قال رحمه الله إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أول منازل طيب إذا علقت شروش المعرفة يعني أصولها ومعانيها في أرض القلب كالبذر في الأرض فإذا علقت أصول المعرفة المعرفة بالله والعلم به في أرض القلب نبت فيه شجرة المحبة لا يمكن أن يعرف أحد أحد لله على حقيقته كما أخبر به عن نفسه إلا ولا بد أن يحبه هذا يقين فكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد له حبا العلم بأسمائه العلم بصفاته العلم بعظيم وجليل أفعاله العلم بإحسانه سبحانه وتعالى الخاص بالمخلوق موجب لمحبته سبحانه وتعالى فلا يملك القلب إلا أنه أحبه وإذا أحبه إذا حصل هذا العلم العلم بالله عز وجل أثمر محبته وإذا قر في قلب العبد محبة الرب أنتج ذلك صالح العمل ولهذا قال فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة لأن محركات من أعظم محركات القلوب المحبة فمن أعظم محركات القلوب إلى العمل المحبة سواء كانت كانت محبة صالحة أو محبة فاسدة فإن المحب يجري في ما يحبه من يحب نعم قال فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذ ربيها ما دامت المعرفة قائمة والمحبة باسقة فثمارها آتية ودانية نعم قال رحمه الله أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة وأوسطها هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام اللهم جاءنا منهم يا رب أول منازل القوم يعني في سيرهم إلى الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة اذكروا الله أي أكثر من ذكره جل في علا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي أكثر من ذكره قولا وقلبا وعملا وسبحوه بكرة وأصيلة أي في الغدو والعصال في الصباح الصباح والمساء وأوسطها أي أوسط المنازل هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله عز وجل فتح الله بصيرته وأنار قلبه فأبصر الهدى من الضلال وأبصر النور من الظلام وأبصر الغي الرشد من الغي ولذلك قال هو الذي يصل عليكم أي يتفضل عليكم بالخير الكثير ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإذا فاز العبد بهذا كانت خاتمته في آخر المقامات تحيتهم يوم يلقونه سلام صلى الله عليه وسلم وإياكم سلام من كل ما يخافون سلام من الفزع سلام من الأهوال سلام من النار كل ذلك وعد الله لهؤلاء الذين اشتغلوا بذكره وعملوا بما يحب حتى أتاهم اليقينة سأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى وأن يختم لنا بصالح العمل نعم قال رحمه الله أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أوردت حلاوة الأبد وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر ارجع إلى الله واطلق من عينك وسمعك وقلبك ولسانك ولا تشرد عنه من هذه الأربعة فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها وما شرد ما شرد عنه بخذلانه إلا منها فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه نعم ارجع إلى ربك بالعمل الصالح وهو الأوبة إليه جل في علاه وخير ذلك ما فرضه الله تعالى على العبد كما قال النبي صلى الله وسلم في الحديث الإلهي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها فأحبه في قوله فقاله وطلبه وطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك أي أخلص له بأداء الوظائف والأعمال المنوطة بهذه الجوارح العين تبصر بها آيات الله وتتدبر آلاءه سبحانه وبحمده وتحفظها عما يغضبه وكذلك السمع وكذلك القلب وكذلك اللسان ولا تشرد عنه من هذه الأربعة فتستعمل عينك في المحرم أو سمعك فيما يغضب ربك أو قلبك فيما يبعدك عنه أو لسانك فيما نهاك عنه فما رجع من رجع فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها يعني هذه أبواب الرجوع إلى الله عز وجل والأوبة إليه أن تحفظه في عينك وسمعك وبصرك ولسانك وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها فأطلق للسانه العنان ولقلبه ولعينه ولسمعه فلم يرقب حق الله تعالى فيها فالموقن يسمع ويبصر ويتكلم ويبتش بمولاه أي بما يحبه ويرضاه مستعينا بالله عليه إياك نعبد وإياك نستعين والمخذول أعاذنا الله وإياكم من حاله يصدر ذلك عنه بنفسه وهوى دون هدى ربه وعونه وتوفيقه نعم قال رحمه الله مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه وكذلك تداعي المعاصي فليتدبر اللبيب هذا المثال فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ليس العجب من مملوك هذا بيان أن الحسنات والسيئات تتتابع تأخذ برقاب بعض فكلما اشتغل إنسان بحسنة فتح الله له بابا من أبواب الحسنات وإذا اشتغل بسيئة كان هذا داعيا إلى نظيرتها أو ما هو أشد منها نعم قال ليس العجب بالمملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه كفى بك عزاً أنك له عبد وكفى بك فخراً أنه لك رب سبحانه وبحبد يعني هو يذكر هنا أنه اشتغال العبد بما يرضي الرب ليس مما يعجب منه وإنما الذي يعجب منه أن الرب جل في علاه يسعى في رضا عبده كما قال تعالى وَلَسَوْفَ وَلَسَوْفَ يَرْضَى اللَّهُ عَلَمَا سَلْلَهُ لَسَوْفَ لَسَوْفَ لَسَوْفَ